اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لماذا تسمع كل المخلوقات عذاب القبر ما عدى الإنس والجن؟ وما الذي يحدث في أول ساعة في القبر؟ يقول الله عز وجل في سورة الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى واجه ربك ذو الجلال والإكرام القبر هو المصير الذي سيلقاه كل العباد حتما ولا سبيل للهرب منه اللهم سلم سلم والعبد الكيس المؤمن الفطن هو الذي أعد العدة وجهز للسؤال جوابا اللهم جعلنا منهم ولذلك قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي اللهم إنا نسألك الكياسة ونعوذ بك من العجز والله تعالى يعطي أهل القبور حياة يدركون بها أثر النعيم والعذاب حتى لو تفتتت أجسادهم أو غرقت أو احترقت أو أكلتها الحيوانات الضارية فالله تعالى على كل شيء قدير فأول ما يوضع الميت في قبره يأتيه الملكان لسؤاله فيرد الله عز وجل بقدرته على الميت روحه وسمعه وبصره ثم يسأله الملكان عن ربه ودينه ونبيه فإما أن ينعم أو يعذب حسب إجابته على سؤال الملكين وهذه الإجابة ستكون مبنية على عمله الذي عامله حال حياته وقد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما رواه أحمد والبخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه لا يسمع قرعن عالهم إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول فيها للرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا ويفسح له من قبره سبعون ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون وأما الكافر أو المنافق والعياذ بالله فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري إني كنت أقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين أن يسمع صراخه كل الخلق مع عدى الإنس والجن فلا يسمعون ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل وقال صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ومن أحسن الإجابة في هذه الأسئلة التي يسأل عنها في قبره نجى في البرزخ من عذاب القبر ومن نجى في القبر كان ناجيا يوم القيامة ولا شك كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فقيل له في ذلك تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا أي من القبر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجى منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه وأما عن أسباب النجاة من عذاب القبر فمن أهمها فعل الطاعات واجدناب المعاصي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفقا عالهم حين يولون عنه فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه وكان الصيام عن يمينه وكانت الزكاة عن يساره وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبل مدخل ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبل مدخل ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبل مدخل ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف إلى الناس ما قبل مدخل ومن أسباب النجاة من عذاب القبر توحيد رب العالمين بل تحقيق التوحيد لرب العالمين سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم إذا سئل في القبر شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء إذن القول الثابت هو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وكذلك من المنجيات من عذاب القبر المحافظة على قراءة سورة الملك تبارك الذي بيده الملك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وقال صلى الله عليه وسلم سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر وأما عن ضمة القبر فهي تكون للمؤمن والكافر على السواء ولا ينج منها أحد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ولكن مقدار الضمة وشدتها يكون على حسب حال المرء مع الله عز وجل فإن كان كافرا زيد له في هذا الضم وهذا العذاب وإن كان مؤمنا فعلى حسب قدر إيمانه تزيد الضمة أو تقل اللهم نجنا من عذاب القبر واجعل ضمة القبر علينا كضمة الأم لوليدها بعد فراق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي تحرك له عرش الرحمن يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألفا من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه وقال صلى الله عليه وسلم إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها نجى منها سعد بن معاذ ولكنها تختلف كما قلنا مشاهدين باختلاف الناس فالكافر والمنافق والفاجر والفاسق والشاك في أمر الله عز وجل وما أشبه ذلك تشتد عليهم هذه الضمة في القبر حتى تختلف أضلاعهم وهي متفاوتة على المؤمنين بحسب أعمالهم فتكون على المطيع كضمة الوالدة لولدها بعد فراق وتشتد على العاص بحسب أسيانه كما جاء في بعض الآثار قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله ضمة الأرض للمؤمن ضمة رحمة وشفقة كالأم تضم ولدها إلى صدرها أما ضمتها للكافر فهي ضمة عذاب والعياذ بالله وأما وحشة القبر وظلمته والخوف فيه فإن الذي يؤنس منها ويزيلها هو العمل الصالح برحمة الله وتوفيقه وفضله سبحانه ثبت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال عن العبد المؤمن إذا وضع في قبره وفرغت الملائكة من سؤاله ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول ومن أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح اللهم اجعلنا من أهل هذه البشارة ومن أهل هذا الخير ومن أهل هذا الوجه الحسن الجميل ومن أهل العمل الصالح نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم مشاهدنا حسن الخاتمة وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة وأن يؤنس وحشتنا فيها وأن يثبتنا بالقول الثابت اللهم اهدنا صراطك المستقيم وثبتنا عليه يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارزقنا حسن الخاتمة والفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين وفي الختام لا تنسوا مشاهدين الكرام تسجيل إعجابكم بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد منا إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته